أبداية أريد أن أشكر حضرتك ومعالي الوزير والاستقبال والإجراءات التي تتخذت حتى تصبح هذه الزيارة موجودة وكما قلت أن معالي الوزير أعطى ملخص جيد جدا لما تداول بيننا أريد أن أضيف أن هذه الزيارة هي لتقيمة نوعية التعاون الموجود بين مصر والنجاج والعلاقات التي ترجع إلى الأعوام الستنات لدينا بطار من التعاون ويوجد بأس التعاون وتجتمع آخر مرة منذ فترة ولكن أريد أن ننشط هذا التعاون وأيضا لنعطيها الحيوية مرة أخرى لدينا أيضا تعاون جيد جدا déjà في الموجود حاليا في المجال التوبية وفي المجال الزراعي وفي المجال التجاري وفي المجال التدريب والتعليم ومع أخي وشقيقي الوزير سوف نقيم مرة أخرى هذا التعاون لتحدث عن كل الوسائل الممكنة لكي نطور هذا التعاون وأن نتمكن من أن يكون لدينا أن تكون أكثر التساعة سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أو أيضا منظمة المنظمة الإسلامية والتبادل الرئيسي بيننا ولكن فيما يتعلق بالمستوى الثنائي نريد خاصة نؤكد على فيما يتعلق بالمستوى الثنائي التي هي أكبر قوة عسكرية في الفرق فلديها خبرة كبيرة في مكافية الإرهاب فهذا الأمر لا يشمل فقط النجال ولكن مجموعة الدولة موجودة في الساحل التي تتوقع الإرهاب لأن الإرهاب لا جنسية ولا بلاد له فهو عالمي دولة واحدة لا تكفي لمواجهة الإرهاب وهو عمل متعاون واجب أن نواجهه ونعلم جيدا أن مصر لديها الإمكانية والقدرات والخبرات لتساعد بلادنا لا تكفي للمواجهة الإرهاب على التحدي الكبير لا تكفي للمواجهة الإرهاب وإنما لا أعود أمرة الأخرى لا تكفي للمواجهة الإرهاب ولكن لكن على مستوى بلادنا الثلاثة لقد اتخذنا قرار بأن لنفق سلطة بلادنا نحن لا نحتاج إلى رجال يحاربوا معنا لمواجهة الإرهاب لكننا نحتاج إلى الخبرات نحتاج إلى المساعدة اللوجستية والتسليح نحتاج أيضا كل ما ينقصنا لكي نواجه هذا التحدي لأنه من الناحية الأخرى أو على جانب آخر هذا الإرهاب بعض الدول تسعيد في هذا البطار نطلب ولذلك حضرنا لنرى إلى أي مدى ممكن أن ننظم بعض التفاصيل مع السلطات المختصة في البلدين كيف يمكننا أن هذه الخبرات المسرية تكون موجودة في تصرف بلدنا وهذا أساسيا ما جعلني أقول أن السادة الوزير قد أوجز كل الأمر وإذن نفتح مجال للتعاون بين النجير ومصر ونحن بلد 98% من المسلمين فأنا أعتبر أن مصر بلد أخر لنا وبلد بالفعل أخر لنا وهو بلد صديق لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر